ساعات طويلة من السير على الأقدام تحت حرارة الشمس الحارقة في الطرق الوعرة بين الحطام وأكوام الركام يسلك آلاف الفلسطينيين يومياً داخل قطاع غزة هذه الدروب الخطيرة للحصول على حق يم الأساسي في الحياة قطرة ماء ضمن آلاف الأسر هذه الأسرة الفلسطينية الصغيرة تشق طريقها كل يوم عبر الأنقاض من أجل الوصول إلى مصدر للمياه أما المسافة فهي على بعد أكثر من ساعة سيراً على الأقدام من مأواهما المؤقت في مخيم جباليا للاجئين في غزة نحن أكثر من مرة نزحنا من الشمال نزحنا من القوات الاحتلال ونزحنا كمان على مناطق نوجد المياه نزحنا من الجيش ونطلعنا كمان ندور على منطقة فيها مياه المناطق التي نحن فيها بعيد المياه علينا يعني أنا الآن ممكن لساعة ساعة ونصرت لسه ما وصلتش المكان أنا جاعت فيه عشان أقدر أعمل مية شوية مية للأولاد هذه أطلال لما كانت يوم مدرسة يتعلم فيها الأطفال أصبحت أثراً بعد عين جراء غارات الاحتلال لا يتوافر فيها الحد الأدنى من مظاهر الحياة تعيش تلك الأسرة كبقية الأسر النازحة تسعى لتوفير حصص كاملة من الطعام والشراب بعد اشتياح جباليا اللي هو تجرفت كل أبار المية فيش أبار المية في ماشكر جباليا كلها تدمر ونمصرنا نعاني أكثر يعني في الأول بقى شوية بسيطة في أول اشتياح والثاني والقصف لهم جباليا تجرفت كلها وكل البياء يعني ولا بير مية موجود الصورة أكثر مأساوية بالنسبة للأمهات الفلسطينيات المضطرات لتوفير احتياجات أطفالها الجائعة والضمأة مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل نفاد الموارد قبل الحرب كنا نستعمل ماء نظيفة ماء نفلترة حتى الماء العادي كنا نشربها يعني كانت كثير كثير نظيفة فالحين الآن يعني الماء مالحة ماء ملوثة لا تصلح حتى للشرب فحنا نستخدمها بس للجليل للغسيل حتى للطبيق لا تصلح المياه الملوثة أدت لانتشار الأمراض والأوبئة في ظل ندرة الإمدادات الطبية وانهيار المنظومة الصحية داخل القطاع كل سبوع نبني لما نيجع في عيا سبب تلوث الماء اللي عنا هنا صار عنا قابد وبائي اللي هو الرناك سفر في العنين ونزت معاوية يعني كل بش أنا الحال يعني كل المدرسة كل المدرسة بتعاني من هيك قصة يعني ما ينضيف ما فيش ما ينضيف لا تصلح للشرب ما يفاقم من حجم المعاناة الإنسانية معاناة تلك الأسرة الفلسطينية هي واحدة ضمن عشرات الآلاف من القصص المأساوية التي يتعرض لها سكان غزة لشهور طويلة حيث أكدت وكالة أونروا أن أطفال قطاع غزة يقضون نحو ثمانية ساعات يومياً لجمع المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية الرئيسية للتغلب على الأوضاع المعيشية الصعبة